السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في درس جديد من كورس المحادثة اللي بدأناه مع بعض. والله النهاردة محادثتنا بسطة جدا جدا. بالدور ما بين دان ومايكل. بيتكلموا فيها عن عن السفر. هنتعلم فيها بعض العبارات والأسلة المهمة جدا جدا. اللي بنستخدمها عند الحديث عن السفر. بيبدأ دان الحوار بيقول صباح الخير يا مايكل. مايكل بيرد. صباح الخير يا دان كيف حالك؟ في الواقع أنا رائع سأسافر إلى فرنسا الأسبوع المقبل. رائع فرنسا ماذا ستفعل هناك؟ ماذا ستفعل هناك؟ يعيش ابن عمي هناك؟ سنقضي أسبوعا في اكتشاف البلد. هذا رائع إلى أين ستذهبان أولا؟ أولا سأزور برج إيفل. ومن ثم سنزور مطحف اللوفر. نفكر أيضا في زيارة قصر فرساي. هل ستذهبان إلى الريف؟ أجل بالطبع، الريف الفرنسي من أجمل الأرياف حول العالم. سنذهب إلى جبل القديس ميشيل. أتمنى أن تستمتع برحلتك. متى ستغادر؟ سأغادر يوم الأحد عند الساعة الخامسة صباحا. حسنا، دعني أقل لك إلى المطار. شكرا هذا لطف منك. يور ويلكم، يور ويلكم على الرحب. دي كده محادثة بسيطة جدا جدا ما بين دان ومايكل. اتعلمنا فيها بعض العبارات المهمة والأسئلة الهمة اللي بيها نقدر نتكلم عن السفر بسهولة. يارب تكون الحلقة عجبتنا وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر